اشتركوا في القناة لديه اي اجندة خاصة حول ما يجري في ليبيا وان الدعم الذي قدمه كان من اجل استقراري وامن الشعب الليبي وقال انه يأسف لما اهلت اليه الاوضاع بعد ثورة الاطاحة بالقذافي واضاف في مؤتمر صحفي مشترك امس مع نظيره الليبي فاذا سراج الذي استهل زيارة قصيرة للخرطوم امس ان السودان يتأثر بصورة مباشرة بما يجري في ليبيا ويدفع فاتورة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ووجود مرتزق سودانيين داخل الاراضي الليبية واشر الى ان زيارة السراج تؤسس لعلاقة استراتيجية جديدة بين الخرطوم وترابلس استاذ اشرف السودان يدفع فاتورة ما يجري في ليبيا هل تمتلك حكومة السراج حلا لهذه المشاكل الداخلية التي تعاني منها ليبيا بعد اللي طاحة بنظام القذافي والتي لم تنتهي حتى الان هو في الاصل يعني اللغاء الذي التعمل بالامس بين الرئيس البشير ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج هو بحث التعاون ومسألة تأمين الحدود وبالتأكيد مسألة تأمين الحدود هذه لن يقوم عليها السراج وحده وتحتاج لتعاون بين البلدين وفي العام 2013 كانت هناك قوة مشتركة لدعم الحدود والحد من الارهاب والحد من تحركات بوك وحراب وبعض التسللات التي يعني نتيجة الحدود المفتوحة من قبل بعض حركات دارفور الى ليبيا وبالتالي يمكن ان تتخذ منها محطة لتعود للخرطوم وهي بتمردها السقيل بعد معاونة من الجنرال حفتر بالتأكيد اللغاء بالامس ارسل فيه البشير كان الرسائل الواضحة ومهمة في تقديري واحدة منها ان الرئيس البشير اكد بشكل اساسي ان هذا اللغاء وجه منه رسالة مهمة وهي رسالة قال فيها ان السودان او الخرطوم ليست لديها اي اجندة الان في ليبيا وتأمل في محدة الصفة الليبي وتأمل ان يتحقق الاستغرار في ليبيا حكومة السراج في الامن الاخيرة بدأت تتماسك وتستغير بعض الهجمات الليبية ولكن لا يستطيع السراج فعلا الكثير بالنسبة للخرطوم خاصة بعد التحركات الاخيرة على الحدود من قبل الجنرال حفتر وبالتالي هناك تحديا كبيرا بالنسبة للخرطوم وترابلس فيما يتعلق بتأمين الحدود وربما هذا هو سير هذه الزيارة نعم على ذكرى اللواء خليفة حفتر في الشرق ليبيا الذي تقوم دول عربية بدعمه اعلنا وزيارة السراج الى الخرطوم ما بين هذين الامرين هل سيكون لهذه الزيارة ما بعدها عطفا على التقاطعات العربية في ليبيا الان والتحالفات المختلفة مع عدد من الاطراف يعني بالرغم من الدعم الواسع الذي يجده الجنرال حفتر من بعد الدول العربية الا انه لم يستطع السيطرة الكاملة على الاوضاع في ليبيا ولا زالت الحكومة المنتخبة والشرعية هي التي يعترف بها المجتمع الدولي والسودان يدعم هذه الحكومة الشرعية باعتبار انها هي الحكومة المنتخبة وبالتأكيد التحركات حفتر اثرت على الحدود فقط فيما يتعلق بين السودان وليبيا وكان اخرها حداثة الكفر الاخيرة والتحركات الاخيرة في مايو الماضي عندما دعم حفتر حركة من ناوي ببعض المعدات العسكرية وحاولت ان تغود بعض العمليات ولكنها فشلت واستطاع الجيش السوداني الاستيلاء عليها ومن ثم اكدت بعض المصادر الرسمية المطلعة ان بعد هذه المعدات يعود صنعها الى دولة مصر العربية الجار الشقيق الحركات المتمردة ايضا ذكرت التي ذكرتها حركات متمردة سودانية التي تنشط في الاراضي الليبية وتقاتل جنبا الى جنب مع لواء خليفة حفتر ضد السراج وضد حتى قوات فجر ليبيا كيف يمكن التخلص من هذا الهاجس بالتنسيق مع الحكومة الوطنية المنتخبة بزعامة فائز السراج بالتأكيد هناك يعني يمكن عدد من المسارات يمكن ان تجعل الخرطوم تتخلص من هذا الهاجس الاول هي الرسالة التي اشار اليها الرئيس البشير بضرورة دعم السلام والوحدة وتحقيق الاستغرار في ليبيا وان الخرطوم ليست لديها اجندات سياسية ضد اي طرف من الاطراف في ليبيا وهذه خطوة جيدة النقطة الثانية ان يكون هناك استغرارا بالنسبة للحكومة الشرعية المنتخبة الحالية وان تستطيع السيطرة على كامل الاوضاع في ليبيا وبالتالي تحد من تحرك هذه الحركات المسلحة بالتأكيد هذه الحركات المسلحة ايضا اذا اقامت الخرطوم بتحقيق سلام داخلي بينها وبين الحركات المسلحة فيما يتعلق بالحوار الذي من المفترض ان يلتئن في الدوحة في اي لحظة من اللحظات بالتأكيد هذا يعني تقدم في مصار الحوار الداخلي والسلام بالنسبة للسودان وهذا من شأن يعني حد من دورها في ليبيا اشتركوا في القناة